ليل إيران لا يهدأ، صراخات المحتاجين توقظ مدنها منادية بحياة وحرية في الأهواز جنوب غربي إيران خرج المتظاهرون إلى الشوارع هاتفين بالموت للدكتاتور بإشارة إلى المرشد علي خامنئي ومنظومته الحاكمة أما تبريز شمال غربي إيران سكتت المظاهرات وأطلقت الأياد بالتصفيق تنديداً بقمع النظام للاحتجاجات الشعبية وفي تهران العاصمة مركز استناعات قرارات النظام المواجهة المحتجين كانت المشاركة التي باتت لا تنقطع وبالمقابل لم يبخل النظام باستخدام كافة سبل محاولات القمع في قم التي توصف بقلعة المرجعيات المتحكمة في إيران خرج صوت طالبة جامعية مواجهة سؤالاً لنائب المدينة في البرلمان عن سبب أعدام الشاب محسن شكاري بتهمة إغلاق الشارع رد النائب البرلماني بابتسامة دفعت الطالبة لمطالبته بالخجل أمام خطف السلطات لأرواح المحتجين ودولياً لقى سلوك النظام القمعي الذي يستغل القضاء أيضاً ذراعاً للبطش بالمحتجين لقى إدانات من مختلف الدول فيما عبرت ديانا التحاوي المسؤولة في منظمة العفو الدولية عن ضعر منظمتها حيال قرار قضاء النظام بعدام الشاب محسن شكاري بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إدانته في محاكمة سورية ظالمة وفق قولها حنان المصري العربية ترجمة نانسي قنقر